موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين في حلقة يديدة من برنامجكم الصباحي صباح الشرقية هذه المجلة الصباحية التي تطل عليكم بتنوع طرحها للفقرات وحتى ضيوف لدائما يترون محتوى البرنامج إضافة إلى آخر الأخبار المتعلقة بإمارتنا الجميلة إمارة الشرقة وباقي إمارات دولتنا الحبيبة حفظها الله من كل شرقس وأكيد مشاهدين ما ننسى الفقرات والتقارير المميزة التي دائما إعدها لنا فريق البرنامج ونتمنى لكم صباح جميل تقضونا برفقتنا يجمع بين المتعة والفائدة في حياةكم الله وينما كنتوا إذن مشاهدين في البداية نصبح على عايشة صباح جلال بالخير عايشة صباح جلال بالنور وسرور يا عايشة وأيضا نصبح على كل من يتابعنا في برنامجنا الصباحي صباح الشرقية صباحكم أجمل إن شاء الله مشاهدين بتفاصيله الجميلة ونتمنى لكم إن شاء الله وقت سعيد تقضونا برفقتنا بفقراتنا المنوعة وضيوفنا المميزين لدائما يتواجدون معنا ونورون استوديو صباح الشرقية والناقش معاهم بعض المواضيع المميزة لتلامس اهتماماتكم واحتياجاتكم إلى جانب أخبار إمارتنا الباسمة ودولتنا الحبيبة اللي دائما نحن صراحة نستبشر فيها بالخير في كل صباح والمعلومات اللي دائما أيضا يحضرها فريق البرنامج من تقارير من فقرات مختلفة وما ننسى أيضا جولاتنا السياحية اللي نعرفكم فيها والموجودة بالمنطقة الشرقية فنتمنى لكم مشاهدين متابعة ممتعة معانا اليوم وإن شاء الله تستفيدون وتستمتعون من خلال المواضيع اللي راح نناقشها مع الضيوف اللي بيكونوا معانا في هذا الصباح وفي بداية البرنامج يا عايشة بتعرفيني المشاهدين بالعناوين اللي بترافقنا دائما نحن في تجدد لفقراتنا وعناويننا كلنا حسب دائقته وأهتماما إن شاء الله بيشوفه في هذا البرنامج إذا مشاهدين بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا بالعناوين منصة رقمية تعرض محتوى بيئة الإمارات طبيعة جبلية مبهرة في منطقة النحوة وآخرا آله التصحيح السلوك لدى الأطفال إذا مشاهدين بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتجددة والإن شاء الله ستستمتعون ويانا طوال هالساعة اللي بترافقونا فيها ودائما نبدأ حلقتنا ونستهلة حتى بالأخبار المحلية الموجودة عندنا عند عاشة عاشة اليوم شو مجهزة لنا من أخبار؟ جهزة للمشاهدين يعيش مجموعة كبيرة مميزة من الأخبار الخاصة بدولتنا الحبيبة وإمارتنا الباسمة وخبرنا الأول مشاهدين من صحيفة الاتحاد حاكم الشارقة يصدر مرسوما بإضافة جهات للبيئة والمحميات الطبيعية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم إمارة الشارقة المرسوم الأميري رقم واحد لسنة 2021 بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ونص المرسوم الأميري على أن يضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية مركز الذيد للحياء الفطرية محمية أشجار القرم بالحمرية محمية غليل الصبط وحسب المرسوم الأميري تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي منتزه البريدي إلى سفاري الشارقة ومركز القرم إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم ووفقا للمرسوم الأميري تضم المراكز التالية تحت مسمى مراكز منتزه الصحراء مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية متحف التاريخ الطبيعي والنباتي ومزرعة الأطفال أكيد مشاهدين مثل ما قرينا عليكم هذا الخبر الكثير من الجهات المتخصصة سيتم ضمها لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الغنية عن التعريف بمبادراتها وبفعالياتها على مدار السنة من حملات تشجير من حملات تنظيف فبعد ضم هذه الجهات المتخصصة يعني أكيد رح تكثر فعالياتها وتكثر أيضا أهدافها وخططها الاستراتيجية اللي من خلالها تسعى إلى الوصول إلى بيئة سليمة وبيئة خالية من التلوث فنحن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ونتمنى التوفيق أيضا للجهات المتخصصة لتم إضافتها تحت مضلة الهيئة ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة دائم للحفاظ على البيئة بمختلف أنواعها سواء كانت الصحراوية البحرية الجبلية وغيرها من البيئات والطيور دائما يركز على إقامة المحميات حفاظا على هذه الطيور وحتى الحيوانات من الاندثار أو نقدر نقول من الانقراض سواء كانت من طيور أو حتى حيوانات محلية إلى جانب الحيوانات من مختلف بلدان العالم ولله الحمد يعني حتى دائما نحن لما نقرأ عن إمارة الشارقة والمحميات الموجودة فيها تكثر المحميات سواء كانت في إمارة الشارقة إلى جانب المنطقة الشرقية محمية أجار القرم التي تغيرت مسماها اليوم أصبحت محمية خور كلباء إلى جانب محمية الوحوش محمية الطيور الجارحة محمية الحفية والكثير من المحميات التي تحفظ هذه الحيوانات المهددة بالانقراض والجميل أيضا تواجد المعلومة المفيدة لكل زائر لهذه المحميات أو هذه المراكز أكيد يا عايشين عني صراحة نحن بالفعاليات السابقة كنا نشوف تكاتف ما بين الجهات المتخصصة وما بين حيئة البيئة والمحميات الطبيعية لكن بعد ما أصدر سمو الحاكم هذا المرسوم ستكون الشراكة بشكل رسمي وصراحة يعني ما كانوا مقصرين بالفعل كانوا محافظين على الحيوانات المهددة للانقراض والطيور ومجموعة من النباتات إلى جانب المعلومة النافعة للسياح والزوار وحتى أهالي المنطقة فنحن صراحة نشهد لهم هذا التنسيق وهذا التنظيم من كل الجوانب من بعد هذا الخبر الجميل مشاهدين ننتقل لخبرنا من صحيفة الخليج منتدى سينما الأطفال جلسات ملهمة لنخبة من خبراء الفن السابع أعلن مهرجان الشارق السينمائي الدولي للأطفال والشباب الأول من نوعه في الدولة والمنطقة عن انطلاق الدورة الافتتاحية من المنتدى العالمي لسينما الأطفال بمشاركة نخبة من خبراء الفن السابع لمناقشة سبل تطوير صناعة سينما الأطفال وتنظيم المهرجانات السينمائية للأطفال في ظل الظروف الحالية وينظم المهرجان الدورة الأولى من المنتدى افتراضيا عبر منصة زوم يومي 29 و30 يناير الجاري بالشراكة مع مهرجان لاهور السينمائي الدولي للأطفال في باكستان وتشارك فيها مجموعة واسعة من صانعي المحتوى والمخرجين والمنتجين والموزعين والمؤلفين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الأول من نوعه في الدولة مشاهدينه وينظم أولى فعالياته وأولى أنشطته واللي هو المنتدى العالمي لسينما الأطفال وليس بغريب على إمارة الشارقة الحاضنة لكل المواهب ولكل المجالات أنه يتوفر بيئة سليمة وتتوفر فيها كل الخدمات أو كل الاحتياجات التي يحتاجونها فئة الأطفال والشباب من أجل تخلق لهم بيئة مناسبة تساعدهم على صناعة الأفلام وصناعة المحتوى والجميل عاش أنه الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم يعني هذا الفيلم أو هذا المهرجان بيتبادل عدد كبير من الخبراء والمختصين المهتمين في الفن السابع والجميل أيضا الجلسات التي ستطرح في هذا المنتدى بيكون العديد من الجلسات المهمة سواء كانت المتعلقة بالسينما الحالية لعام 2020 أو 2021 إلى جانب أيضا السينما بين الماضي والحاضر ودور السينما وأهميتها والمهارات التي يجب أن تتكأ عليها هذه السينما ما بعد جائحة كورونا جميع المستجدات جميع الأمور المتعلقة في هذا أو المتعلقة بالسينما بنشوف إن شاء الله في هذا المهرجان أو هذه الجلسات أو هذا المنتدى بحيث أنه يتبادلون الأفكار يتبادلون الخبرات ووضع المقترحات والحلول الممكن أنها تواجه السينما المحلية وحتى العربية أكيد يعيش هذا المنتدى راح ينظم الكثير من الجلسات الملهمة اللي من خلالها راح يتم مناقشة كل الأمور اللي من خلالها ساعدت على تطوير السينما في الإمارات كما نعرف أن السينما مرت بمراحل كثيرة ولكل الفئات العمرية وتم التركيز بالفترة الأخيرة على فئة الأطفال والشباب لأن بالفعل من العقول المبتكرة والعقول الإبداعية اللي من خلالها راح نصل إلى أفلام جديدة وإلى محتوى جديد فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وراح تكون هذه الدورة أو هذا المنتدى في تاريخ 29 و30 من هذا الشهر والجميلة بيكون أيضا بالتعاون مع مهرجان لاهور السينما في دولة باكستان فالله يقويهم إن شاء الله على مثل هذه المهرجانات اللي من خلالها بالفعل نحن نهتم بالأفلام وبصناعة الأفلام بمحتوى مفيد يصل إلى فئات عمرية مختلفة على فكرة عاشي حتى هذه الأفكار الإبداعية دائما نشوفها في فئة الأطفال والشباب يعني العديد من المهرجانات وحتى المسرحيات طبقت أو كانت على أرض الواقع والسبب أو المفكر أو المؤلف صغير السن ولله الحمد نحن في إمارة الشارقة بيئة داعمة للمواهب بمختلف المجالات أو حتى نقدر نقول الثقافة بمختلف المجالات فيعطيهم العافية على هذه الجهود ويعطيهم العافية أيضا على هذه الأفكار الإبداعية ونتمنى التوفيق لجميع متسبي هذه الجلسات وننسى أن دائما سمو الحاكم يوفر بعض الفرص والجميل أن الطاقات الشبابية والطاقات الإبداعية تستغل هذه الفرص بطريقة الصحيحة وتنتج لنا محتوى مميز ومفيد ننتقل معكم مشاهدين من هذا الخبر إلى خبرنا الثالث من صحيفة الخليج الناشئة تنظم في حب الشارقة نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجا تدريبيا عن بعد بعنوان في حب الشارقة واجتمل البرنامج الذي قدمته أمال سعد استشارية تعليم وتطوير على ورشة عمل تفاعلية وجولة افتراضية لتعريف المشاركين بأهم المعالم السياحية والثقافية والتراثية وأبرز الوجهات الترفيهية في إمارة الشارقة وتدريبهم على طبيعة المعالم وتاريخها ومهارات وصفها لأصدقائهم وزائري الإمارة بطريقة شائقة تجمع بين أصالة الماضي بكل عاداته وتقاليده وقيمه العربية الأصيلة وعصرية الحاضر بتقدمه وتقنياته مبغريب مشاهدين على ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قن لصناعة القادة والمبتكرين على تنظيم مثل هذه الفعاليات وتنظيم مثل هذه الورش والجميل في هذه الفعالية مشاهدين راح يتم تعريف المشاركين وتعريف المنتسبين بأهمية المعالم السياحية الموجودة في إمارة الشارقة بكل مدنها وبكل مناطقها والشيء الأجمل يعطونهم نبذة عن كل معلم سياحي سواء كان تاريخي تراثي من المعالم السياحية من المعالم الترفيهية وعطاهم نبذة عن الأساسيات في تعريف الزوار وتعريف أصدقائهم بهذه المعالم وبأهميتها والحلو أعطاهم نبذة مختصرة عن كل معلم ممكن أنهم يزورون فأتوقع في المستقبل راح تكون عندهم خلفية عن المرشد السياحي بالأساليب الصحيحة والأساليب السليمة على طاري الأساليب حتى تنظيمهم لجدول أو الجولات السياحية ستكون إن شاء الله هذه المهارات من خلال هذه الدورات التي ستطرح إلى جانب العديد من الأماكن في إمارة الشارقة بنشوفها عبر التطبيقات الذكية أو حتى الإلكترونية ولله الحمد الشارقة تشرق بمدنها بمعالمها السياحية المتنوعة والمختلفة فبالفعل إمارة الشارقة أو أجمل شتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أجمل شتاء في العالم نراه في إمارتنا الجميلة كلنا يرى مقصده في هذه المعالم معالم جبلية، بيئية، ساحلية، صحراوية فالجميل أيضا دعم القيادة الرشيدة لمثل هذه التنوع واختلاف البيئات من خلال إقامة المراكز الخدمية والترفيهية والتي تجذب الزوار والسياح أكيد يا عيشة إمارة الشارقة أصبحت الوجهة السياحية الأولى والكثير يعني يستغنى عن السياحة الخارجية واستبدلها بالسياحة الداخلية فكنا نعرف أن إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية تكثر فيها المعالم السياحية والمعالم الترفيهية وأكيد يعني نقدر نقول أنها هي وجهة سياحية عائلية ترفيهية بكل المقاومات وبكل الخدمات اللي ممكن كل زائر يحتاجها فمشاهدين كانت أخبار مميزة وخاصة بدولتنا الحبيبة يا عيشة بإمارتنا الباسمة الحين بننتقل للمشاهدين الحين يعني بعد هذه المعالمة الجميلة والسياحية بننتقل معكم مشاهدينا لنتعرف على درجات الحرارة وحالة التقصر اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدينة وإمارات دولتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر تابعنا معاكم مشاهدينا وخذنا نبذة عن درجات الحرارة وحالة التقصر اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدين دولتنا الحبيبة ومثل ما عاودناكم دائما مشاهدينا كاميرا صباح الشرقية تاخذكم ببعض الجولات واللقطات الجميلة بين الأماكن الجميلة الموجودة في المنطقة الشرقية جولتنا اليوم خصصناها لبحيرة مدينة كلبة بناخذكم في هذه الوجهة السياحية والتي تعتبر من الوجهات السياحية العائلية تتوفر فيها كل مقاومات السياحة التي تحتاجونها دعونا نتابعها مشاهدينا ونرجع بعدها اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة مر موجود إلى جانب الأجهزة أو حتى الآلات الرياضية والحفاظ على الصحة مشاهدينا مطلب أساسي يسعى له كل فرد لذلك يرغب الكثير مننا في عيش حياة صحية وفي فقرتنا الطبية لهذا اليوم دكتور عادل السجواني بيعرفنا على تأخر النطق لدى الأطفال دعونا نتابعه صباح الخير موضوعنا اليوم حول تأخر النطق لدى الأطفال كل أب أو كل أم في البيت عندهم طفل أو طفلة ودائما يكمل سنة أو سنتين يبدأ الأب أو الأم دائما يراقب كلام الطفل ونطقة وطريقة كلامه ويبدأ دائما يقارن بأخته وأخوه أو عيال عمه أو عيال خاله وغيرهم متى نبدأ نقلق في تأخر النطق لدى الأطفال في الواقع هناك شيئين مهمين هناك لغة وهناك كلام اللغة تأتي من الدماغ بينما الكلام يأتي من اللسان ليش نحن نفرق في هالشيين لأن مرات الطفل تأخر الكلام عنده ما يكون بسببة اللسان وإنما يكون بسبب مشكلة في الدماغ ومشكلة في اللغة نفسها التأخر النطق لدى الأطفال مشكلة شائعة جدا وعلاجها بشكل مبكر دائما يأتي بنتائج جيدة وممتازة ورائعة جدا ولكن التأخر في التعاطي مع تأخر النطق يؤدي إلى عواقب ممكن تتمع الطفل طول عمره وبالتالي من المهم جدا أن نحن نأخذ الطفل للفحص في هذه الأعمار المبكرة الطفل يوم يكمل عمر السنة لازم يبدأ يقول كم كلمة أو يقول بعض الأشياء حتى لو ما كانت مفهومة لكن إذا الطفل كمل سنتين لابد أن يقول بعض الكلمات المفهومة جدا وبالتالي الطفل في عمر السنة إذا ما بدأ يقول أي شيء لازم توديه للطبيب للكشف وإذا كمل سنتين وما بدأ يقول جمل وكلمات لابد أنك توديه أيضا للطبيب للكشف هناك عدة أمور تسبب تأخر النطق لدى الأطفال إذا كان السبب هو تأخر اللغة من الدماغ قد يكون الطفل عنده بعض المشكلات الوراثية والمشكلات الصحية مثل مثلا الصرع أو مثلا بعض الأمور المتعلقة بالدماغ وعيوب خلقية وغيرها وبالتالي تستدعي الكشف عن طبيب الأعصاب وعمل رانين مغناطيسي للتأكد وغيرها وهناك بعض الأمور يتعلق في اللسان وفي الكلام مثل قد يكون الطفل مثلا عند بعض الزوائد في اللسان أو ثقل أو بعض الأمور الخلقية أيضا يستدعي الذهاب إلى الجراح وعلاجها بشكل مبكر الطفل إذا ما بدأ يكون الكلام وهو في عمر السنتين وهي هاي مرحلة التكوين الكلام يبدأ بعدين يحس بضعف في شخصيته ويبدأ بعدين تتدهور حالته النفسية وحالة الكلام عنده يعني الكلام عنده فقط ليس موضوع كلام وإنما حتى حالته النفسية تنعكس عند الكلام عنده بعض الناس يعتقد أن الولد يتأخر في الكلام أكثر عن البنت ويعتقد أن هذا الشي طبيعي دائما لا تحط في بالك أن هذا الشي طبيعي بدون ما تكشف عند الطبيب المختص لا تقول والله الولد يتأخر وهذا طبيعي روح عند الطبيب للتأكد لأن مرات ما يكون هذا الشي طبيعي وتأخرك في الكشف والعلاج وأدي إلى عواقب كبيرة جدا على لغة الطفل بعض الناس يقول لك دكتور عيال عم تأخروا وهذا شي طبيعي جدا نعم هناك عوامل وراثية أيضا تلعب دور في تأخر الكلام عند بعض الأطفال في بعض العوائل لكن دائما الإطمئنان مهم والتأكد مهم لا توصل إلى نتيجة بخصوص تأخر النطق لدى طفلك من دون مراجعة الطبيب المختص الحين إذا الطفل عنده تأخر في النطق أو تأخر في الكلام وكان مثلا الدماغ عنده جيد وكان مثلا اللسان عنده جيد شو ممكن تكون الأسباب؟ جزء كبير من تأخر النطق لدى الأطفال والكلام هو التوحد أو طيف التوحد طيف التوحد مرض ليس له علاقة بأي دواء وإنما هو مرض جيني يعني ممكن أن يعالج عنده الطبيب المختص وأيضا إذا الطفل هذا تم تشخيصه بشكل مبكر وأخذ الأب والأم إلى أخصائي النطق والكلام ممكن يتحسن بشكل كبير في عملية النطق والكلام لكن إهمال الحالة والذهاب إلى ناس غير مختصين قد يسبب بشكل كبير في تدهور حالة الطفل أيضا جزء كبير من تأخر اللغة والكلام لدى الطفل هو عدم الثقة بالنفس لدى الطفل دائما الأب والأم اللي صارخون على الطفل أو على الياهل ويسمعونه كلام غير جيد ودائما بيت وأسرة دائما مكهربة وفيها غير جيدة يصبح الطفل عنده نوع من الخوف واهتزاز في الذات وعدم الثقة في النس فيبدأ الكلام عنده يقل بشكل كبير مع الوقت لأنه غير واثق بنفسه فهذا شيء مهم جدا العائلة الصحية الإيجابية دائما تنتج أطفال إيجابين وصحيين وبالتالي إذا الطفل تأخر النطق عنده بسبب عدم الثقة بالنفس بفعل العائلة هذه مشكلة كبيرة جدا ويؤدي إلى اهتزاز في شخصيتها فلابد من حل الموضوع العائلي وأيضا أخذ الطفل إلى أخصاء النطق والكلام بشكل مبكر لحل الموضوع حتى لا يتسبب هذا في مشكلة في نطق الطفل دائما تذكر أن الأطفال أمانة في أعناقنا وبالتالي دائما عاملهم بشكل جيد وخل عندهم إيجابية وعائلة جيدة لأن العائلة دائما هي مصدر سعادة وتكوين الطفل تأخر اللغة والكلام لدى الأطفال أمر مهم جدا دائما اذهب إلى أخصاء اللغة والكلام واذهب للشخص المختص قبل أن تتدهور الأمور تعرفنا معكم مشاهدينا على بعض الأساسيات اللي بتساعدنا في أننا نحن نتخطى مشكلة تأخر النطق عند الأطفال فكل الشكر والتقدير للدكتور عادل استجواني يعطانا بعض الأساسيات أو بعض المؤشرات اللي نحن مجرد ما نلاحظها على طفلنا نعرف كيف نتصرف حتى ندارك أن هذه المشكلة تكبر في المستقبل وذكر الدكتور يا عايشة أنه لازم الواحد يعزز ثقة الطفل بنفسه لأنه تلعب دور كبير بالنطق وأيضا بمخارج الحروب فما قصر الدكتور يعطانا بعض الأساسيات بعض المؤشرات اللي من خلالها نحن نتبع نوعية العلاج المناسبة لكل حالة أو لكل طفل من بعد هذا الموضوع المفيد واللي استفدنا منه مشاهدينا نتكلم عن البيئة المحيطة والتي تعيش فيها جميع الكائنات الحية ومن أجمل البيئات المميزة للطبيعة الرائعة بيئة دولتنا الحبيبة فهي متوزعة بين الجبال والوديان وأيضا السواحل فتبهر جميع الاختصاصيين البيئيين في دراستها فتلك الكائنات الحية المتواجدة يتعجب منها الجميع حين رؤيتها رح نتكلم أكثر مشاهدينا عن البيئة في دولة الإمارات والأمور الموجودة في هذه البيئات المختلفة مع ضيفنا السلطان عبدالله البلوشي باحث بيئي صبحك الله بالخير ويا مرحبا بكم معنا يا سلطان صبحكم الله بالنور أخواتي وأنا سعيد استضافتكم صراحة وعلى هذا الدعم أن تبرزوني عمال نحن كالشباب ندعم برنامج صباح الشرقية وتحديدا حتى قناة الشرقي من كلباء كل المواهب ومنها هذه الموهبة بحيث مثل ما ذكرت أنه مخلي البيت غابة مثل ما ذكرت الوالد الله يحفظها نوجه لها تحية من هذا المنبر نتكلم عن حبك للبيئة وحبك خاصة باقتناء هذه الأشياء المحلية وخاصة على فكرة حتى النباتات من المنطقة الشرقية بنتعمق أكثر بالنسبة لهذه النباتات ليش أخترت جانب البيئة بالذات السلطان؟ جانب البيئة بدأت كميول لكن الميول هذا النشأ منذ الصغر البيئة اللي أنا عشت فيها هي اللي حددت ميولي وخاصة يحب البيئة هذه أنا أبوي كان كثيرا استفر أنا أدرست في مدينة وتخرجت من جامعة في مدينة ومحمة وظلة في مدينة لكن أبوي كان يسافر كانت أمي التم في بيت يدي فأيدي كان ساكن في قرية تحيطها اليبال والمزارع فدوما أسرح بين المزارع هذه والعزاب افتغل عندك الفضول لتتعرف عن البيئات فكنت أمشي عند المزارع شوف نباتات صغيرة طالعة شوف فطر جاحت السمر فكنا نشوف الرسوم فطر وغيرة فكان فيني الفضول عن نوع الفطر هذا شو هل هو سام صاح للأكل أخاف ألمسها يصفني شيء نباتات الوانة تختلف أوراقها مختلفة فالشياء كان يشعر فيني الفضول وأنا صغير فكبرت فاخترت الجانب أني أتعلم عنها أكثر فاخترت جانب التخصص البيئي في الجامعة وتخصص في الجانب البيئي الأحياء البيئية وأيضا درست استشعار عن بعد وهو نظم معلمات الجغرافية عسب أجمع التخصصين في بعضها مثلا أنا أدرس البيئة عن طريق أدوات الأدوات الحديثة أو التقنيات الالكترونية ماذا الحديثة مثل صور قمار صناعية وغيرها يعني درست تخصصين مختلفين عن بعض لكن بالنهاية هالتخصصين راح يفيدونك أكثر في هذه الهواية اللي كبرت وياك من يوم أنت صغير تحب البيئة وتحب تستكشف الأشياء الغريبة في البيئة فذكرت لنا سلطان أن حبك وشغفك كبر معاك لما كبرت لما خصصت لك غرفة في البيت فيها بعض النباتات المحلية فيها بعض الحيوانات فبما أنه اليوم في صباح شرقية وياك بعض النباتات الموجودة في البيئة المحلية نبقى نتعرف عن الجانب النباتي اللي تحبه فخبرنا عن الأشياء اللي يابنها معاك وأكيد كل شيء له قصة أكيد طبعاً هاي النباتات اللي موجودة عندها مشهورة في المنطقة الشرقية وخصوصاً يعني عادي نمسكها ولا؟ هي عادي فأنا قلت بما أني يأيسوا بكلبة فقلازم يعرفك عن نباتات بتحصلون هنا في منطقة شرقية لهاي المميزة هاي الخنصور الخنصور هاي من الصباريات اللي تنمو في اليبال على 200 متر وفوق من وين؟ يعني في اليبال بشكل عام عندنا في اليبال الشرقية وهذا يحلو بكلبة لكن على 200 متر وفوق تكثر هذه عندنا؟ وليش يستخدمونها تعرف ليش يستخدمونها؟ الخنصور لقيت عندنا وهو صالح الأكل يتخدمون حق السكر أمراض السكر بعد أمراض الجهاز الهضمي فمحاول بشكل عام يعني يدود نشتخدموا كل هاي النباتات أمر ولا؟ أنا ما طعمت الصراحة ليش ما تكسرينا خنشوكين؟ بس طاغا بس طاغا الخنصور اسمه؟ الخنصور هو عدة مسميات يعني المسميات المحلية تختلف هي لا أخاف اللي يكون فيه شي سائل وخيصنا من الحال أخيصكم بس هو شكله جميل الصراحة هي هو من الصباريات اللي تعيش في اليبال أنزل وهذا اللي عندك أوكي هذا الناس تغتر في عبالة يح هي صح هو شكله يح صح هي هو ينقض في البطحة البطحة هي الوادي اللي ينزل في الرملة أو السيح اللي قبل اليبال ينقض الحنظل هذا يسمون الحنظل الحنظل مر مر مرار تعلق حتى ريف تقوية هي في ريحة بس جدا مر في بذور في الداخل بذور هاي تستخدم قبل يعني الناس كانت تاكل بذور هذه يعجون بعض الأمراض الباطنية وغيرها يعني بنفس الوقت طيب هاي المعلومات من وين تيبها؟ من أجدادنا؟ من أنت بحث أيضا في التراث يعني سلطان ولا معلومات مثلا عبر الانترنت؟ هي من الانترنت أو من بعض الكتب اللي فيه تختص بالعلم النبات يعني اقتنيت بعض الكتب متعلقة هاي عندي كتب أمشي عليها في المصادر المسميات العلمية المسميات المحلية مثل الخنصور والحمضل هاي تختفي المنطقة لمنطقة نعم فنحنا في الجانب العلمي ما نمشي على المسمى المحلي لأننا نمكن كل منطقة يسمونا اسم الأسامي واختلفة فنحن نمشي دائما على الاسم العلمي أيضا الاسم المحلي ناقضة من الناس اللي حولنا في البيئة اللي عايشين فيها مثلا نزيل واللي هني هذي اليابسة مدري ايو هذي كف مريم كف مريم كف مريم سبحان الله هذه على فكرة لها فوائد يعني هاي همشي سموها كف مريم موجودة عندنا في المنطقة الشرقية سلطان؟ هي تنمو في السيوح المفتوحة هي السيوح المفتوحة هذه يعني مثل الغيل اللي عدنا محمية الغيل أو الغيل؟ لا هي مضبرة في الليباء الوايد تتفضل السيوح المفتوحة تنزل فيها الوديان مثل السيوح الذيد يمكن حصلها هناك فالسيوح اللي أو الوديان اللي ورا الليباء يعني فشتة ممكن أكثر صح؟ هي عادة تتحصل هاي ايو تتحصل في الربيع من ين المطر موسمية يعني نقدر نقول كف مريم تظهر في الربيع تكون خضرة جميلة سبحان الله من ين وقت الجفاف تتسكر تحمي نفسها بذورها في الداخل فوقت الجفاف تتسكر على عمرها وتمشي ذي من ين المطر مرة ثانية للسيل تتفتح مرة ثانية تظهر بذورها وتنتشر وتتم مرة ثانية سبحان الله يستخدمونها قبل الناس يعني حق للنسة تسهيل ولادة وغيرها يعني أغلب النباتات المحلية اللي أنت يا ابنها في الماضي كانوا يستخدمونها كعلاجات لمختلف الأمراض وانت ما شاء الله من الطاقات الشبابية اللي حبيت تسترجع هذه الأمور وتعرف فيها الأجيال الحالية ومخاصص مكان في البيت تعرض فيه كل نبتة وإلى جانب النبتة تحط معلومات خاصة عن هذه النبتة واستخداماتها ومتظهرات والأماكن اللي تنبت فيها فخبرنا يا سلطان يعني في ناس فيهم شغف نفسك في أنهم يتعرفون على البيئات المختلفة في دولة الإمارات يتعرفون على النباتات المختلفة فكيف تساعدهم بيعطاهم هذه المعلومات أنا مثل ما ذكرت أني حط صور عندي في الأكاونت وأنزل فيه كل صورة ومعلومة أحيانا صوروا فيديوهات مقاطع أني أسيروا لبالة هذه أصور البيئة الموجودة هناك الناس ماخذين نظرة أن الإمارات عبارة عن صحرة قاحلة أو بيئتنا بيئة صحراوية لكن الصحرة هذه مليئة بالحياة نعم خصوصا لبالة منطقة الشرقية الليبالة هذه جدا خصبة فيها وائد نباتات محلية وفيها كائنات نحن ما كنا نشوفها من قول فأنا دون أشجعهم يعني حتى في بعض الأماكن أو بعض الصور من نزلها في الأكاونت في الحساب والإستقرام يدخلون عليهم على الخاص يسألوني أجاوب عليهم هناك تفاعل يعني بين المتابعين يتابعوني في وقت واصل تفاعل لماذا تصورته ولماذا توقعتني لها رح يصبح من المتابعين نعم وحي المخرج بيعرض لنا بعض الصور سلطان المتعلقة بالحساب والمتعلقة بالنباتات نتكلم شوي عن زياراتك الدائمة وخاصة للمنطقة الشرقية كيف جدولك سلطان يعني دائما أنت تزور هذه المناطق هذه ممكن أحد المقاطع أو الفيديوهات اللي أنت قمت بعملها نتكلم شوي عن زيارتك زياراتي غالبا تكون في نهاية أيام الأسبوع أنا طول الأسبوع أكون داوم يعني وحيان دوام يكون عن بعد فشغلي وياي في كل مكان فخصص أيام في الأسبوع أطلع فيها في اليبال ومناطق يديدة أستكشفها أبروحك سلطان غالبا روحي غالبا روحي أشل كاميرا عظهري كاميرا صغيرة يعني والشنطة وفيها العدة كلها وأمشي في اليبال أكيد يعني سلطان لك الكثير من الاستعدادات والأمور اللي لازم يعني تأخذها مثل ما نحن نتابع مع المشاهدين هذه بعض الأمور أو تجهيزاتك لبعض الرحلات اللي بتظهرها وبتصور فيها النباتات أو الحيوانات فخبرنا عن الأمور الأساسية أو معايير الأمن والسلامة اللي لازم تكون معاك في هذه الرحلات الأمن والسلامة وشت يعني علب موجودة هذه العلب شو سلطان؟ العلب هاي فيها بذورة يمع فيها البذور مثلا لو مشيت فيه مسار فيه النباتات لازم أكون مستعدة كل شيء كيف شيء غريب تشوفت يمعة؟ هي وفيه النباتات مح 연�حص لديما وفيه النباتات فيها مواسم تزهير فيمع فيها البذور وخزنة في العلب ووديها البيت عنده المقياس هذا مقياس يقيس ملوحة الماء هذا النزل فيه ماء يقيمة بركة ومزل فيه وادي يعني فيه ماء فيه نبع يقيس ملوحة الماء ودفتر الملاحظات أيوة دفتر الملاحظات عندي كتاب أخضر الكتاب هذا المصدر مالي المرجع فيه المعلومات أو لنت تسجل فيه المعلومات الكتاب هو المصدر عن بعض النباتات والدفترة سجل فيه المعلومات وملاحظات اللي حصلها عن نبتة هذه مثلا ارتفاعها طولها وين حصلتها معلومات الأساسية على فكرة سلطان أنا وايد أحب أسوال في البيئة وأيضا عندنا هنا بعض الزهور المتعلقة والزهور البيئية ممكن هذه تكون الصحراوية نتكلم شوي عن هذه الزهرة الموجودة هذه زهرة نبتة الحرمل حرمل الحرمل موجودة في السيوحة عندنا سيوح المفتوحة فأنا دوم أشجع مثلا الجهات أن تزرع النباتات المحلية عندنا في الشارع في كل مكان لأنها تكون طابع جميل ولله الحمد نحن في إمارة شارقة إمارة داعمة لهذه الأمور وخاصة الحفاظ على البيئة سواء كانت الصحراوية والجبلية وغيرها من البيئات من خلال المحميات المختلفة صحيح يوجد كثير محميات تمفتاحها في الشارجة وصاحب اسمه جدا مهتم في المجال وفي كثير بذور يمعونها ويكاثرونها وتتواصل معها من سلطان هنا في بعض الجهات البيئية نتواصل معها من يمع معلوماتها وحصلنا من التعاونين معك أيضا وهذه شوك وهذه شوك هاي شوك الجمل شوك يعني أغرب النباتات هي شكلها على طبيعة جميلة شكلها على طبيعة جميلة جدا لا يغير الشوك هذا بين الشوك تطلع زهوبنا سجية جميلة صغيرة بعد ما تجف تحتوي على بذور في الداخل هاي عبارة عن تحمل بذور في الداخل فإن كل شوك عبارة عن بذرة فمن شانا يمعتها هذه بذورة عندي لأن أبقى أثرها يعني شو بذورها كيف تظهر يعني وأكيد طلاعك على هذه النباتات وتجمع فيها المعلومات الكثيرة عرفت أن كل نبتة أنت تجمعها فيها نوع من البذور لها فواد كثيرة وانت من النوع اللي يعني دائما تكون عندك رحلات في نهاية عطلة الأسبوع هذه الرحلات تكون موزعنها على إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية ونحن نشوف مع المشاهدين الحين بعض جولاتك يا سلطان وانت تجمع هذه النباتات خبرنا عن هذه النبتة اللي قاعدين نشوفها مع المشاهدين وش اللي يجذبك فيها هاي النبتة اللي أنا ندري سامونها موجودة على جولة رابي من تصعيدين الليبل على مستوى معي من الارتفاع يبدأ يظهر النبتة هذه فهني أنا جذبني بذورها يعني كان كنت في موسم سوت بذور فهي معت بذورها عندي وشليتها معاي فأنا أحيانا طلعاتي حددها في وقت مثلا إذا بحتاج بذور مثلا أصير في وقت بحصل فيها بذور جميل طيب سلطان يعني أنت الحين رحت هذه الرحلة وشفت نبات ممكن يكون جديد يعني في البداية شو تسوي مثلا أول شي تطلع على هذا النبات ولا تشل هذه النبتة للجهات المختصة عشان أن تتعرف عليها وبعدين تتعمق في دراستها أنا كل منطقة أطلعها مثل تصوير هذا هذه كانت زيارتي الثالثة لنفس المكان هي أكثر من مرة أصير أكثر من مرة إذا حصل نبتة جديدة أصورها أرجع أدرسها عقب أصير عرف المتعبين عن النبتة هذه يمع بذورها نحاول ما نأذي النبتة إذا في نبتة نادرة وجميلة نأخذ دورها ما نتجلعها بشكل كامل يعني فهي فترة سبحان الله حتى الكائنة الحية تتغذى عن العشاب ما تجلع النبتة تاكل بس أطرافها تاكل ورق حتى تتحافظ عن النبتة وتنتج بذور في فترة ثانية يعني خلاص صارت عندك خلفية كيف تتعامل مع مجموعة كبيرة من البذور ومجموعة كبيرة من النباتات واللي عرفنا أنت ما شاء الله يعني من الشباب النشطين اللي دائما عندك رحلات استكشافية للبيئة الجميلة الموجودة في دولة الإمارات والشيء الحلو أنك تستمتع بالأماكن السياحية والأماكن التراثية وكانت لك آخر رحلة في برج الرابي وين حاب تروح شو حاب تستكشف وأكيد تستوي لك مواقف يعني في الأماكن البرية أكثر شيء مع الحيوانات مع الزواحف فخبرنا عن هالمواقف رحلاتي أنا غطيتها تقريبا بعض المناطق اللي في خورفة كان المنطقة الشرقية جزء من كيان يعني ويد الحل منطقة هذه يعني خلص من خورفة كان أحيان فترة إياه إن شاء الله بدأت دخل في كلبه طريق وادي الحلو مليء بالتناوع النباتي بتستمتع في وايد جميل جدا حب دم يعني يمي كلب لازم أمر على وادي الحلو وانا ياي صحيح حتى في نبتة كنت أبحث عنها هي نوع منواع نخيل القزمة يعني وانا أقرأ في المصادر آخر مكان تم تسجيلها في وادي شوكا فأقول شوكا مشابهة لبيئتنا كيف حصلها في كلبه في وادي الحلو لازم حصلها فأنا خلال جولاتي بالسيارة بصدفة دخلت في إحدى وديان فعلا حصلتها موجودة هناك شيء بكثرة ناقضة في نص الوادي وتفاجأت يعني قلت النبتة الغلب هي عندنا موجودة فهذا شيء اللي يفرحني يعني إن شاء الله خطوة ثانية أن نبدأ نحيط المنطقة هذه ونخليها تتكاثر بشكل أجمل طيب سلطان أهمية الحفاظ على البيئة ودراسة البيئة بالنسبة للأشخاص اللي حابين أنهم يدخلون أو يتعمقون في هذا المجال شو اللي أضافت دراسة البيئة لسلطان البلوشي البيئة هي المكان نحن نعيش فيه إذا ما حافظنا على المكان نحن نعيش فيه أو ما درسنا وتعلمنا عليه ما نعرف كيف نتبادل منفع بين البيئة البيئة تعطينها نحن عطيناها عطيناها الاهتمام بتعطينه مثلا خيراتها من النباتات وتستفيد من هذه النباتات سلطان خاصة من الأمور العلاجية الأمور المستخدمة أننا الأوذيرا الأوذيرا تعتبر صيدلية هي نوع صبارية تعتبر صيدلية في البيت فيها كثير فوايد هذه قصتها حلوة بعد أنا كنت أمشي في نجد المقصار في غرفة كان البيوت القديمة هالي حصلها فوق البيوت القديمة أثرية ترجع كمية سنة عمرها فأنا أمشي في الوادي تحت جذبني لوفير الصبار الصبار من النباتات التي الناس تزرعها تظهر في بعض الأماكن لكن الناس تزرعها وجود الصبار في هذا المكان دلالة على وجود بشرية في ناس ساكنوا في المنطقة هذه ووادي تستفيدون منها قل الصيدلية في البيت لأن علاجها مثلا للتقرحات الجلدية للبشرة للحروق يعني على الطول يفتحون الورقة هذه يظهر منها الجل الجل هذا ينحط على الجرح يبرع ينحط على الحروق وهي نفسها هذه الصبار اللي نحن استخدمها مثلا أو النوع الصباريات الأخرى اللي هي الكبيرة أو حتى هي هذه الدائرية اللي تستخدم في التجميل غالبا هي نفسها الأولوفيرا الأولوفيرا في كثير نواع منها وكل نوع له فوائد كثيرة ممكننا نحن نستفيد منها هي وفي نوع يكون سام لكن نحن نكون جدا حيصني في اختار النوع النوع الموجود يناسب حالك هو النوع المناسب لاستخدام البشر نعم سلطان يعني أنت ما شاء الله عندك وايد متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي وانت من الناس الحريصة اللي تنقل لهم جماليات بيئة الإمارات وبيئة المنطقة الشرقية فما تفكر بعد انتهاء جائحة كارونا تنظم بعض الرحلات اللي تشيل معاك فيها الناس اللي يحبون بعد يستكشفون البيئة إن شاء الله أكيد يعني نود دخلوا عليهم متابعين شلنا وياك ودنا وياك نبقى نغامر وياك لش تسروحك أقلهم إن شاء الله تريو أنا بشوي لماكن كلها وبرتب طلعات مناسبة أكيد يعني نأخذهم حتى فكرنا نظم رحلات حق الطال صغار يعني يشوف مكان مناسب لهم نعلمهم من الصغار يعني يحب البيئة ويحب الاستكشاف يعني والصعوبات أو التحديات اللي ممكن تواجهك سلطان عند زيارتك لهذه الأماكن مثل ما نعرف أن هناك منحدرات هناك في وديان هناك في صعود للجبال أكيد تواجهك بعض الصعوبات خاصة أن زياراتك تكون بروحك يعني لوحدك فما هي الصعوبات أو التحديات اللي ممكن أنها تواجه سلطان الصعوبات غالبا تكون مثل ما قلت لي الباب فيها منحدرات فأنا أول شيء أجعل في الشنطة حطي عندgementي السعافات أولية لازم موجودة عند Алеي هذه فأنا قبل أن أطلع مثل رحلة هذه يعني خبرهم أننا رايح اليبال أو حين أحط الموقع في الواتساب لا سمح الله صار لك ضرب أو شيء خلاص عار في مكان في حال إذا لا سمح الله انقطعت عن الخبار يطلعون بالحساب بهذا باللكيشن يعني بالموقع فأعني أنصح كثير من الشباب يعني لا تتهورون في اليبال وتعرضت لموقف سلطان في يوم الأيام تعرضت لموقف ممكن أن يعني استدعى النحدييك وينقذك لا الحمد لله ما تعرضت لموقف هذا فأنا أدوم وقول للشباب أنت بتسير تتسلق اليبال لا تسير أنت بتحارب اليبال لا أصعد بهداوة مكان خاطر لا تخاطر مش سيدة يعني يعني عيش الجو لا تخاطر بنفسك استمتع بالرحلة استمتع بالرحلة واختصار يعني طبعا اليوم الثراثة وانت مثل ما ذكرت للمشاهدين أن كل نهاية أطلع تسبوع عندك رحلة عندك استكشاف لمكان يديد هل أسبوع وين بتسير هذه تحصلنا نحن قبلك هناك نستكشف أيها أسبوع هذا إن شاء الله بسير عند النبتة اللي حصلت هي النخيل القزم اللي وجدت في وادي الحلو أبغي أسير مرة ثانية النخيل القزمة؟ هي نوع من النوع النخيل القزم يسموه الغضف فاللي حصلت في وادي الحلو فقل لازم أسير نزورها مرة ثانية أشوف مكانها كيف يعني غير وادي الحلو السلطان ما تفكر تزور النحوة ولا شيص شيص واعتبرها بيت الثاني سايرنها دائما شيص شيص سبحان الله أنا اعتبرها غابة استوائية صغرة في نبتة غريبة اسمها كذبرة البير عندي فيديو فيه في الحساب كذبرة البير من النباتات السرخصية اللي ما تظهر بس يعني في غابات استوائية مثل شرق آسيا وغابات الأمازون وغيرها يعني لكن شيص كونت بيئة شبيهة للغابات الاستوائية مثل في بطن اللبل بين شقوق يظهر الماي استوائية رطوبة وظل فظهرت هذه كذبرة البير فهي مصر خياس الناظرة عندنا موجودة وأيضا برك شيص مليئة بالكائنات الجميلة الأسماك ودائما اللي عنده مواهب تكون مواهب محلية أو طلاعات محلية عقوبة يتوسعون سلطان يعني تكون لهم زيارات على مستوى الخليج على مستوى الوطن العربي العالم كون أيضا العالم مليء بمثل هذه الأمور البيئية فرحت بلدان مختلفة اطلعت على أنواع بيئية أو نباتات بيئية مختلفة من عدة أماكن أنا هي سافرت يعني في دول شرق آسي مثل سرلنكا والهند دخلت في الغابات وأيضا كنت أزور العمان الشقيق قدرت العمان الشقيق ما شاء الله عندنا متنوع كثير في النباتات فحبت توسع بعد يعني بننسى الوقت يعني أنا اطلع البيئة اللي عندنا بعدين توسع بعد في دول ثانية ما حابت كون لك كتاب نظرا اللي ممكن قلت الكتب المتعلقة بالبيئة السلطان الفكرة موجودة أني أكون أو أسوي كتاب أجمع في النباتات اللي عندنا موجودة فيه كتاب عندنا لكن يحتاج تحديث أرغي أخصص كتاب حق إمارة الشارع أتوقع خلاص عندك المعلومات الكافية يعني اللي بتحطها في هذا الكتاب بيكون أيضا مصدر مميز في كل المعلومات الخاصة في بيئات الإمارات وخاصة إمارة الشارع والمنطقة الشرقية وفي أيضا نباتات الغريبة والكائنات الغريبة راح تكون في هذا الكتاب في هذا المصدر نحن بنكون إن شاء الله بانتظار هذا الكتاب بصر النور والله يوفق فيه سلطان إن شاء الله نبن عرض بعد سلطان غير النباتات شو الأمور الثانية اللي تحب تستكشفها شو الميول الثانية اللي دائما يعني ما شاء الله أنت إنسان شغوف وإنسان طمو تحط لك أهداف وما توقف عند نقطة معينة إذا واحد يغامر في إليبال ويغامر في الوديان فأكيد يعني ميولة كبيرة طموحة أيضا عالي فخبرنا عن الأشياء الثانية عن الهوايات الثانية اللي تحب تمارسها عندي هواية ثانية اللي مارسة هي الرسم وأكتب خواطر هاي مثل ملجأ اللي نسي مخرج فيها يعني تفرغ في طاقتك رسم بعد النباتات والبيئة هاي بعد النباتات والبيئة عندي هواية الرسم أرسم وأكتب خواطر يمت مأثرة تخص الفيديو نفسها يعني جميل تربك ما بين الخواطر والديد وطموحاتك المستقبلية أو أهدافك المستقبلية سلطان شو هي طموحاتي أني أوصل رسالتي الأكبر الشريحة ممكن للناس عندنا عن البيئة اللي نحن عايشين فيها حافظوا عليها عن الاستدامة يعني تكون مارسة الاستدامة الاستدامة هي شيء أساسي جدا حاليا أن كل شخص يمارس الاستدامة في بيته في مجتمعه في كل مكان يعيش فيه يعني اللي هو بأبسط صورة الله يوفقك إن شاء الله يا سلطان أنت صراحة من الطاقات الشبابية المبدعة لما توقف عند نقطة معينة فنحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله بانتظار الكتاب من تبتدي فيه وتخلص فيه أكيد نحن راح نستمتع بهذا المصدر الغني بالمعلومات الخاصة في بيئات دولة الإمارات فكل الشكر وتقدير لك سلطان عبدالله البلوشي باحث بيئي على حضورك اليوم عرفنا صراحة على الكثير من النباتات اللي أغلبها نحن ما كنا نعرفها فاليوم عرفناها بمسمياتها بفوائدها أيضا فألا يقويك ويعطيك العافية يعطيكم العافية وانا سعيد وصلاحاتكم بعد وإن شاء الله هدفنا أن نعرفكم أكثر وكثر عن هذه النباتات شكرا لك سلطان الله يوفقك إن شاء الله وإن شاء الله طموحاتك وأهدافك تتحقق عما قريب إن شاء الله يعطيك العافية